من هم أول من سكن فلسطين؟ ومن أين جاء اسم البني إسرائيل؟ وهل حقاً كان هناك نبي يسمى إسرائيل؟ وما معناه يا ترى؟ كل هذا سنتعرف عليه معاً هيا بنا نبدأ في رحلتنا اليوم لأرض الرباط سنتعلم أشياء جديدة قسمناها إلى أركان وأول ركن الركن الإيماني وفيه سنتعلم ماذا أخبرنا الله في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وسنتعلم أيضاً ما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنبدأ يا أصدقائي منذ البداية اليوم لدينا خمس نقاط سنتحدث عنها في هذا الفيديو فقط تابعوا الفيديو فلسطين الحبيبة من أول من سكنها يا ترى؟ لا يعرف بالضبط متى سكن الإنسان أرض فلسطين ولكن أول آثار ثابتة لأناس استقروا فيها كانت للكنعانيين والأموريين وهم قبائل عربية دخلوا فلسطين من الجزيرة العربية إذن من هم بنوا إسرائيل يا ترى؟ هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل معاً بعث الله عز وجل سيدنا إبراهيم من مدينة بابل في العراق ثم هاجر إلى الشام التي هي سوريا حالياً ثم إلى مصر ثم عاد واستقر في مدينة الخليل بفلسطين وهناك وهبته زوجته سارة خادمتها السيدة هاجر فالسيدة سارة لم تكن تنجب الأولاد وعندما تزوج سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر رزق منها بسيدنا إسماعيل عليه السلام فسيدنا إسماعيل هو ابن سيدنا إبراهيم من زوجته هاجر فجاء أمر الله لهم بأن يأخذ السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل ويتركهم في مكة المكرمة ثم عاد هو إلى فلسطين وهناك دعت السيدة سارة بأن يرزقها الله ولد وبالفعل رزقهم الله بسيدنا إسحاق عليه السلام إذن فسيدنا إسحاق هو ابن سيدنا إبراهيم من زوجته سارة هيا أخبروني يا أصدقائي ما هي وجه القرابة بين سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق كان من ذرية إسحاق سيدنا يعقوب عليه السلام والذي سمي بإسرائيل وهي كلمة تعني عبد الله لننتقل ونتعرف على قصة سيدنا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام يوسف هو ابن سيدنا يعقوب بعد أن ألقاه إخوته في البئر استحبته القافلة وذهبت به إلى مصر فعاش فيها ثم أصبح عزيزها ثم أرسل إلى أبيه يعقوب فأخذ أهله وأبناءه وهاجروا جميعا إلى مصر واستوطنوا فيها وعاش بني إسرائيل حياة رغد في عصر سيدنا يوسف عليه السلام ثم مات سيدنا يعقوب ويوسف عليهم السلام سنتعرف معا كيف أمر الله عز وجل سيدنا موسى بالهجرة مع بني إسرائيل مكث بن إسرائيل في مصر حتى جاء فرعون ولكن كان حاكما ظالم اضطهد بني إسرائيل فأرسل الله سيدنا موسى عليه السلام ليدعو فرعون وبن إسرائيل لعبادة الله لكن رفض بني إسرائيل ورفض فرعون وأراد قتل سيدنا موسى فأمره الله بالخروج من مصر ومن آمن معه لفلسطين ولكن في رحلة الهجرة لحقهم فرعون وجنوده فأصبح سيدنا موسى بين الجبلين وأمامه البحر ومن خلفه فرعون وجنوده وبثقة ويقين ألقى موسى عصاه فحدثت المعجزة شق البحر نجى الله سيدنا موسى ومن آمن من بني إسرائيل وغرق فرعون سأسألكم سؤالي يا أصدقائي ماذا تتوقعون أن يكون تصرف بني إسرائيل بعد أن شاهدوا المعجزة بأعينهم هل سيشكرون الله؟ للأسف عصى بني إسرائيل وفعلوا الكثير من الأخطاء وعندما مروا على قوم طلبوا من سيدنا موسى أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء وعبدوا العجل عندما كان سيدنا موسى عند جبل الطور ليناجي ربه فكان العقاب عليهم قوي فارتفع جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه سحابه وعندها فقط قالوا سمعنا وأضعنا ثم تابعوا سيرهم لفلسطين ولما مروا من هناك ليدخلوا القدس رفضوا وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فكان عقابهم من الله عز وجل كان عقاب شديد فكان عقابهم الشديد من الله باتيها أربعين سنة وكان هدفهم في أي أرض يذهبون إليها التفريق بين الناس احتكار التجارة الربا وإشاعة الرذيل والفاحشة توفى هارون خلال تلك الفترة ومن بعده موسى عليه السلام ماذا حدث لبنو إسرائيل بعدها يا ترى؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة ومهمتكم الآن هيا نبدع معا ونصنع كتيبا اطبعوا الأوراق وقصوها ثم اثنوها بهذه الطريقة لتصبح كتيبا جاهزا ولنجب عليه لا بد أن نقرأ ونتزود بالعلم والمعرفة أنتظر منكم صور ويجبتكم ومشاركتكم لا تنسوا أن ترسلوها لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة